أنا سأتكلم على راحة حبيبي أوي بقى حبيبي وصحبي وكفاءة تمام؟ وبسيطني أنت قلت لي أنه كرة الأعظم مداربة في تاريخ النادي الأهلي صحي كده؟ نظبوط وفقنا اختلفنا ده رأيك صح؟ وأنا رأيي أن علي معلول أحسن محترف في تاريخ النادي الأهلي علي معلول أفضل محترف على صعيد الأرقام والإنجازات دخل الكرة المصري مش النادي الأهلي بشكل عيب يا بوس ما فيش أي لعيب هتحطه ما بتسأل أي حد حتى في أي نادي تاني ممكن نتكلم بقى بأصل ده أحرف من ده ده أحسن من ده ده كوالة أحسن من ده إنما على صعيد الأرقام والاستمرارية لا مقارنة بأي محترف بما فيه محترفين النادي الأهلي علي معلول هو أفضل محترف دخل النادي الأهلي إذا ما أتكلم على ظهير أيصر في 247 مباراة ومعنا جريف الريت لو نلحق نعرضه 247 مباراة الراجل مسجل 44 جول وصنع 74 بتكلم على معدل إسهامات لباك ليفت لباك ليفت بتكلم على هدف كل مباراتين يعني يا بيسجل يا بيصنع هدف كل مباراتين سبعة سنين من العطاء ومعنا فيديو مدته عشرين سنة ياريت نعرضه علشان دي كانت اللحظة التاريخية اللي دخل فيها علي معلول وتقارب ما بين الحال حالة القائد وحالة نجم كان جاي نجم علي معلول جاي كابتن السفاكسي جاي كابتن السفاكسي هدف الدور التونسي وأساسي في المنتخب تونس دي أرقام اللي إحنا اتكلمنا عليها ريتلا والفيديو سريعا في عشرين سانية قل فاكرا علي معلول جي ناجي لأهلي بكام آآ علي معلول لأ مش متذكر جي كام لكن أعتقد أعتقد 700 ألف دولار فاكرا أعتقد فاكرا علي معلول جي ناجي لأهلي بكام محاولي 5 مهام لا لا لكان جاي علي معلول كان جاي لأهلي ب 600 ألف الدار شرط جزائي شرط جزائي ومخلص عشان عبدربو اللي أخلصه أعتقد هذا الفيديو اللي أعز أتكلم عليه دي لحظة تاريخية لتوقيع علي معلول مع النادي الأهلي في وقت دارة المجلس السابق لنادي الأهلي وزمالنا أحمد حسين ميكي ومنا أول الدنيا أه طبعا أه طبعا على ميكي أيها دو ميكي أيها دو دو فرحان دلوقتي قعد في كتروف أقول لك مفاجأة أعرف أن الزمالك كان بيخلص صفقة علي معلول دي؟ لا أه الله وقبل ما يعني الشخص الذي كان يسافره تونس عشان يخلص صفقة عشان مع عبد الرب وكلم الشخص ده وقال له ما تسافرش عشان أنا خلصت وجايب اللعيب في الطيارة يعني علي معلول كموكي يبقى في النادي الزمالك دلوقتي مفاجأة دي اه مش فاكر هذا انا مش فاكر طبعا لديه سبع سنين سبع سنين يا كريم الصورتين معلش ترعونا الفيديو ثلاث ثواني بزواء آخر ثلاث ثواني من الفيديو ما بين علي معلول قائد السفاقسي ما احترامنا للسفاقسي طبعا لكن كانت نقلة كبيرة بالانتقال للنادي الاهلي للحظة اللي بيبكي فيها علي معلول إحساسا بالمسئولية وده المرة التانية اللي بيبكي وقفت معي بعض المباراة مباشرة أنا كريم وقلت له قال لي أنا مش بس الضغوط ومش بس الملعب أنا تعرضت لها كتير لكن ضغوط والمسئولية ناحي الجماهير النادي الاهلي بعد المباراة الأولى لإحساس أنه ممكن البطولة تضيع حتى ولا أنا كنت عملت قبل كده لكن دي هافوة كانت مني دي اللي بتقولك الصفقة دي سبع سنين من النجاحات سبع سنين من الاستمرارية ليجند مسطورة علي معلول مع النادي الاهلي طيب